اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى النايب الاول رئيس مجلس الوزراء على ان تأكيد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بان المواطن البحريني سيظل دوما محور التنمية واساسها وهو المرتكز الذي تنطلق منه كافة برامج التنمية الشاملة وقال سموه ان المدى الشامل لتوجهات جلالته حفظه الله استوعب اهداف استدامة التطوير في القطاعات الخدمية ومن اهمها القطاع الصحي وتعزيز مستوى ادائه بما يحقق النتائج المرجوة للمواطنين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفاع اليوم مع معالي الدكتور التوفيق فوزان الربيع وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة واسعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة حيث اكد سموه على اهمية البناء على متانة الروابط الاخوية وتقارب الرؤى بين البلدين الشقيقين لزيادة وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية التي من بينها القطاع الصحي بما يتكامل مع الاوجه الاخرى للعلاقات الراسقة بينهما ويعود مردوده لصالح المواطنين فيهما كما اشار سموه بان العمل متواصل في اطار استراتيجية تطوير القطاع الصحي في المملكة ويشمل ذلك زيادة تنكين الكوادر الوطنية في القطاع بما يبلور اهداف رفع مستوى الاداء وفعاليته على مستوى الخدمات والمرافق ويواصل تنفيذ الاهداف التي رسمتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي بدأ العمل بعدد منها على صعيد تطوير الرقابة وتنظيم المهن الصحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير خدمات الرعاية الصحية من جانبه عرب معاليا الدكتور توفيق فوزان الربيع وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكره وتقديره للدعم الذي يلقاه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات منوها بالجهود التي توليها المملكة لمواصلة تعزيز اداء القطاع الصحي بما يطبق افضل المعايير الدولية في هذا المجال